بس أنا عندي حاجة صغيرة إيه هي؟ قالت له أنا خايفة الخبيث اللي هو إبليس يأتيني بهذه المرحلة من مرحلة المرض اللي هو الصرع أو المس وفيه فرق بين الصرع والمس وهو الهولك علشان ما يطلعش الطبيب النفس يقول الصرع هو هو المس لا ده ليه أعراض وده ليه أعراض مختلفة تماما وأنا دايما بقول ما نلجأش لأهل العلم من أهل القرآن ومن أهل الله إلا ما الطبيب يقول أنا ما عنديش ليك دوة أنت ما عندكش تشخيص في الطب سواء كان في المعدة سواء كان في الظهر سواء كان في أي قطعة في الجسم أي جهاز من أجهزت الجسم أي حال من أحوال الطبيب لما ييجي يقولك أنا ما عنديش طبيب واثنين وثلاثة واربعة هنا نقف هنا نتوقف لكن قدم الطبيب شخص مرض ومسك الألم وكتب علاج خلاص يبقى القضية أصبحت قضية دوائية قضية علاجية فالمرأة هنا قالت له أنا خايفة ليه؟ قالت له أن الشيطان يجردني من ملابسي فسيدنا الحبيب دعا لها بالست فكانت المرأة إذا خشيت أن تأتيها هذه المرحلة من مراحل المرض ذهبت إلى الكعبة فتعلقت بأستار الكعبة كلا الروايتين دليل قاطع على المس وعن المس وليه؟ وعندنا دليل تاني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من التخبط الشيطاني كما أورد ذلك ابن أبو داود رضون الله عليه وقال وعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت دا مين اللي قال؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن أموت في سبيلك خلي بالك دا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيستعيذ النبي بيستعيذ إن هو يتخبط الشيطان عند الموت أو أن يموت في سبيل الله وهو مدبر من أرض المعركة أو أن يموت لديغا دا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم علماءنا علماء الحديث لما فسروا الخباط هنا المقصود أن يتخبطني الشيطان عند الموت قالوا نوع من الجنون كما قال المفسرون وكما قال أهل اللغة مش كده أو بس دا الإمام أحمد في مسند الشاميين أخرج أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له حكاية كده فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اخرج عدو الله أنا رسول الله قال فبرئ يعني إيه خفت يعني إيه يعني شفيت خلي بالك وبعدين فالمرأة من فرحطة أهدت كبشين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضا من السمن إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذ منها السمن وأخذ الكبشين ورد عليها بقية ما كانت تهديه إلى رسول الله لعله مال أو شيء ترجمة نانسي قنقر